نشوف مع بعض مجموعة أسئلة نقيس من خلالها فهمينا للدرس النهاردة السؤال الأول بيقول قدى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 لعدة دول إلى تغيرات شاملة بالأنظمة الداخلية والخارجية انهيار الاتحاد السوفيتي اللي كان بيشمل روسيا لما نهاره حصل تفكك ده أثر على الأنظمة الداخلية وأثر على العملة وأثر على كل حاجة تعبر المقول عن أحد عامل التغير نظام سياسي انهار ده أثر على الدولة وحصل تغير فده يعبر عن العامل السياسي الذي يحدث تغيرات السؤال الثاني يقول لك قامت مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بالعديد من الإصلاحات في سوق العمل التي سهمت على القضاء على البطالة يعني الأستاذة دي كان عندها بطالة في بلدها عملت مجموعة إصلاحات اقتصادية في سوق العمل فبالتالي قضت على البطالة يعطي ذلك مثال على أحد عوامل التغيب رب عليك ده العامل الاقتصادي هي عندها بطالة عملت إصلاحات في سوق العمل قضت على البطالة تمام شكرا جدا عامل اقتصادي السؤال اللي بعضه بيقول مجموعة متتابعة من الاختلافات التي تحدث عبر الوقت داخل كيان مستمر طبعا التطور بدم قال لك عبر الوقت وما دنيش زمن معين أو توقيت معين فده التطور السؤال اللي بعضه بيقول قامت الدولة بوضع قوانين الراضعة ووضعت رادارات إلكترونية على الطرق للحد من سرعة بعض السائقين للحفاظ على حياتهم ده طبعا عامل إيه؟ ده طبعا عامل إيه؟ عامل سياسي لأن أنا دولتي بقى حط قانون لو أنت تعديت السرعة فأنت هتدفع غرامة طيب أنت مشيت ملتزم ومشيت في حرطك وما عملتش مشاكل مش هتدفع حاجة فده قرار ده قانون فده قرار سياسي فده يعبر عن أن السياسة تؤثر أو تغير فيه سلوك وعلى فكرة جاب نتيجة مع بعض الناس يعني إنهم بقوا ملتزمين بالسرعة وملتزمين بأنهم ممشوا في أماكنهم وما يكسروش الإشارة عشان مش هتدفع فلوس فالسياسة هنا أثرت أو غيرت الشعب آه بلا شك هتغير